اتخرجت من مركز إعدادة طهاء 2014 بدبلومة معتمدة من سيتيان جيلس بانجلترا بدرجة ميرت أو استحقاق باكالوريوز عمارة في 2015 انت عارفين المهندسين يعني مركز تاني مسبت أفضل شاف شاب في 2015 شاركت بتمثيل مصر وأفريقيا الأول مرة في مسبت جلوبال شاف شالنج 2016 عملت بص حاجات كتيرة جدا مش ده اللي يهمني اللي يهمني انتوا هدوء يعني انتوا هتنهارده هتتابعوا معانا أطباق مصرية فيوجن يعني متغيرة خالص ملعوب في السوابت بتاعتها وصوصات عمركم ما سمعتوه قبل كده يعني صوص معمول بأشر السمك أشر السمك وعضم السمك حاجات غريبة أنا وامرس معانها شاف مونة ازايك أهلا نسأهلا شاف مونة صباحي انت درسة هندسة وبعدين وقفتي في النص ولا دخلتي موضوع الطبخ مع الهندسة معي مع الهندسة ليه ليه تابعي في نفسك كده تابعي هندسة أصلا لما انت الباشن بتاعتك للمطبخ خيبة مش عارفة أنا كنت عايزة درسة هي أصلا بس ما كانتش في مدارسة هي لما اتخرجت من سنوية كنت عايزة سافر برا فقالي قالوا لي اوكي سافري بس اخودي شهادة من مصر الأول فأختي كانت بردو في هندسة عمارة فلاقيت لزيزة تعمل وثمانت تساعدني وطاريخ وحاجات كده فدخلت المؤمس قد تفتني عمارة بضيك الحياة كويسة عشان سنلك وتبعيد فيها فتح مركز عادة التهو فاروحتي داخل بالضبط وما سافرتيش برا بعد بقى لما خلصت انا في الاخر اخرجت من التين مركز عادة التهو فبعد كده مامي قلت لي وانتي كنت عايزة تدرسي علشان تدرسي ولا عشان تشتغلي طبخه قلت لي عشان اشتغل طبخه قلت لي كده طبخه مش شاف بوس انا انا مش بؤمن بصراحة بالتسماعات اوكي يعني فعي اه بس قلت لي لا اكيد عشان اشتغل قسي طبانت خاص ما كنت اشتغلي دلوقتي صح ماكي حق اشتغلت بعد اسبوع من المناقشة مشروع تخرج اوكي وما سافرتيش بقى اخدت الكورسات بقى ولا سافرت بعد كده سافرت بس للطاهي مش للعمارة اه مش دراسة مش دراسة او صري اه تدريب تدريب اوكي تدريب واكتشل كوكينج اه زي من تامية انترنشيب انترنشيب اوكي هي لها كلمة بالعربي بس افتكرها بقى قبل ما جمعها اه لا قبل ما جمع كلمة انترنشيب بالعربي اللي هي ايه خلينا نقول انتي تخصصتي في حاجة معينة يعني انا لما عملت السورتش عليكي انت بتتبخي حاجات ما شاء الله كتيرة بس انت متخصصة في فكرة الفيوجن بتاع الاكل المصري بتلعبي في السوابت بص انا قبل ما سافر اخر السفاري دي كانت في السويدة كانت في مطعم اسمه فرانسين في السويد عنده تلاتة نجوم مشلان قبل ما سافر تلاتة نجوم مشلان سوري علاقة لكلامك دي حاجة كبيرة جدا انت عشان تاخد نجمة مشلان ده مش سهلة يعني فلما يبقى عندك تلاتة ده معنا انه مطعم معدل فلانكات زي ما بيقول قبل ما سافر كنت صالت في مطعم فلانكات كثير في مصر كنت طبخة يعني جيدة عارف اعمل ايد واسي بي بس لما عمل طبق ما كانش ليه شخصية ما كانش ليه هوية ما تعرفش تقول الطبق ده بتعمونه فبس كنت يعني طبعا ما شوف بره في المطاعم العالمية بيعمله اوية لا واضح ان كل شاف ليه بصمه بتاعته اوه هويته فكنت عايزة عارف اعملوا كده ازاي فلما روحت السويد لقيت انهم عندهم ارت سوري ليه خطرت السويد علشان بلاد سكندنيفيا دلوقتي هي متصدر المشهد التهوي علشان اللي عملوا ايه لو تبص عليهم هما مش زي مثلا فرنسا وايطاليا عندهم البرديوس او المكونات موجودة طول السنة عندهم محدودية كدا في الحاجات اللي اداروا يزرعوها واداروا يربوها علشان البرد بالزبط عندهم الصيف بيجي شهرين في السنة كلها فمتطورين جدا في التكنيكس او الطرق بتاعة الحفظ التكفيف والتخمير والتخليل والحاجات دي كل ما هو يحفظ الاكل لفترة طويلة ما يضطرش يدور على الفراش بالزبط في نفس الوقت ما عندهمش ارث تكنيكل عالي زي فرنساوين مثلا فرنساوين هيفضلوا يطبخوا والاكدادهم يطبخوا بس دول ما عندهمش فقدروا انهم يقدموا الموروث المثقافي ده بشكل عصري او كنتمبراري فانطلقوا تماما وانا كنت عايز اتعلم بقى اعمل كده ازاي فلقيت انهم كل عاملون بصوا حواليهم واللي موجود عندهم واللي ورسوا من اكدادهم فلما رجعت بقى من السويد مخ يتغير بقى تماما وحسين انا عندي حاجة قولها دلوقتي فبدأت ميون كيترينج بيزنس واللي بعمله انا قول ما بدأت كنا قبل الكورونا على طول كنت باخد مكونات مصرية تقليدية زي الفسيخ والعطس وبجبة وكده واعمل بيه محاية جديدة خالص وانا باشتغل في الإفنت يعني حد ما سعنده خطوبة كتب كتاب مفيش حد العريس متقدم لابنتهم حيقدمولو فسيخ تخيالي تخيالي تدخلش ببارة تلاقيه من حد في سيخ فانا طباخة كويسة بس بيزنس هومون فشلة ففشلت تماما اول ثلاثيك ودماغي نشفل لو لا هم بس رافضين علشان مجربوش بس لما يجربوا هيجبهم ما كانش عندي طبعا قوى الملاينا افضل مستمرة بنشفان الدماغ ده في كتحة نهار فطريد بقى ادخل حاجات شوية المتعارف عليها بس لسي عندي حلم سغنون انه لما وري ناس ودواءهم ان هو هيجبهم